الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من رحاب المدينة المنورة حديثنا عن محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك محارب على عهد رسول الله وبني هذا المحراب بعد ذلك ليعلم المكان الذي كان النبي يصلي فيه الصلوات المفروضة إماما بالمسلمين بعد تحويل القبلة إلى بيت الله الحرام هو أصح محراب اتجاها على ظهر الأرض لأن النبي هو الذي خطه بيده وهذه المحارب مواضع الصلاة التي كان يصلي عندها النبي ولا إمة من بعده ولم تكن في عهد النبي ولا الخلفاء الراشدين وكان أول من أحدثه عمر بن عبد العزيز أثناء توسعته للمسجد عام 91 للهجرة المحراب النبوي إلى بيت المقدس في بداية إنشاء المسجد النبوي كان النبي يصلي بالناس متجها إلى بيت المقدس وكان موضع صلاته في شمال المسجد بحيث تكون استوانة عائشة في الخلف عند الاستوانة الخامسة هذاء باب جبريل المحراب النبوي بعد نزول الأمر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة صلى النبي بضعة عشر يوما إلى استوانة عائشة ثم بعد ذلك تقدم إلى موضع الاستوانة المخلقة في الجهة الجنوبية للمسجد والتي أقيمت في موضع جذع النخلة التي كان يصلي إليها النبي المحراب العثماني وهو موضع مصلى عثمان بن عفان محراب التهجد وهو مصلى النبي بالليل حيث كان يضع حصيرا كل ليلة إذا ذهب الناس عنه ثم يصلي صلاة الليل ويقع في شمال الحجرة النبوية وحوله حاليا دكة الأغوات خلف بيت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها محراب فاطمة ويوجد أمام محراب التهجد داخل المقصورة خلف حجرة النبي المحراب السليماني ويسمى بالمحراب الحنفي وقد أحدثه طوغان شيخ سنة 861 للهجرة ثم جدده السلطان سليمان القانوني سنة 938 فأطلق ذلك الاسم على المحراب وسمي بالمحراب السليماني ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا سجدة في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين